أمانا الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نوافقكم كما اعتدنا على ذلك بأهم ما ميز الحالة الوبائية لداء كوفيد-19 ببلادنا خلال هذا 24 ساعة ما بين الساعة الرابعة لبعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه 28 أبريل 2020 بضعفة الحالة الوبائية كما رصدتها المنظومة الوطنية للترصد الوبائي لهذا الداء حيث أكدت لنا المختبرات المساهمة في عملية التأكيد المخبري للحالات المحتملة ما مجموعه 132 حالة خلال هذا 24 ساعة ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء يوم جوز مارس إلى حدود الآن 4252 حالة مؤكدة فيما استبعادت المختبرات بعد التحليل الدقيق 1864 حالة ليصير إجمالي الحالات المستبعدة بعد إجراء تحليلات المخبريات والتي كانت من قبل محتمل إصابتها بالداء ليصبح هذا الإجمالي 26.998 حالة مستبعدة منذ بداية الوباء بالنسبة لهذه الحالات الجديدة والتي عددها أذكر 132 حالة فقد شخصنا 92 منها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين هذه النسبة تقلصت شيئا ما مقارنتان مع الأيام السابقة حيث أصبحت نسبة الاكتشاف عن طريق التتبع الصحي للمخالطين تمثل فقط 70% نظرا لأنه الحالات المتعلقة بتلك البؤر أصبحت تتناقص شيئا فشئا للإشارة فإنه عملية التتبع الصحي للمخالطين منذ بداية الوباء مكنتنا من التتبع 22.960 مخالط ومكنتنا من اكتشاف ما مجموعه 2631 حالة مؤكدة من بين 4252 حالة المؤكدة إلى حد اليوم ولزالت لدينا 8850 مخالط تحت المراقبة الصحية بالنسبة للتوزيع الزغرافي للحالات المؤكدة منذ بداية الوباء فالنسبة المئوية لازالت هي هي رغم بعد التفاوت البسيط من يوم لآخر فتبقى جهة الدار البيضاء سطات هي الجهة التي سجلت بها أكبر نسبة مئوية من الحالات بما يفوق 25% تليها جهة مراكوش أسفي بما يفوق 21% ثم تأتي ثلاث جهات تقريبا متساوية هي جهة طنجة طوان الحسيمة ثم جهة فاس مكناس وجهة ضرعى تافيلت بالنسبة للوفيات سجلت مع الأسف ثلاثة ديال الحالات للوفاة خلالها 24 ساعة وتنضاف إلى الحالات السابقة لكن العدد ديالها يوم أمس 162 فيصبح بذلك اليوم مجموعة حالات الوفاة المرتبطة بهذا الداء هو 165 حالة وفاة ويبقى تبقى نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.9% بالنسبة لحالات الشفاء من المرض تم تصريح خلالها 24 ساعة بشفاء 83 حالة إضافية طبقا بطبيعة الحال للمعايير المخبرية المعتمدة لتصريح بشفاء الحالة فتنضاف إلى الحالات السابقة ويصبح إجمالي الحالات التي تمثلت للشفاء تماثلا تاما 778 حالة شفاء منذ بداية الوباء ويرتفع أكثر فأكثر ترتفع أكثر فأكثر النسبة المئوية للتعافي فتصبح اليوم في حدود 18.3% مع الإشارة إلى أنه عدد الأشخاص المتكفال بهم وهم في وضعية صحية حارجة لا زال مستقرا والحالات الجديدة التي تستقبل في مختلف المستشفيات وهي في هذه الوضعية تتناقص تدريجيا وشئا فشئا اليوم كان عندنا مجموعه 81 حالة متكفل بها في أقصام العناية المركزة والإنعاش تمثل هذه 81 حالة 13% من الطاقة السريرية المخصصة للتكفل بهذه الحالة فإذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لدأكو في التعطاش ببلادنا خلالها 24 ساعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة